كنت سألتك عن الموضوع في خان يونس باختصار من فضلك هل كان هناك بيان يوضح ما تم في خان يونس ما أنجز بحسبهم وفيما يتعلق أيضا بوضوع التطعيم هل هناك توافق على وقف لإطلاق النار حسب ما يتم ربما المطالبة به من قبل المنظمات الإنسانية والدولية فيما يخص خان يونس مصادر من بيان لجيش الاحتلال يتحدث عن السماح بعودة من طلب منهم النزوح إلى بعض المناطق المحددة في خان يونس بعد إتمام عملية الجيش الإسرائيلي البيان ادعى أن إسرائيل استرجعت عددا من المحتجزين من خان يونس وقامت خلال الأيام والأسابيع الماضية بعمليتها في تلك المنطقة وأنهت هذه العملية بصورة أو بأخرى ولكن أشدد البيان على أن الوحدات المقاتلة المنسحبة من جيش الاحتلال ستقوم بمهام إضافية بمعنى أن هذه الوحدات لن تنهي مهامها في قطاع غزة إنما ستعود وقد تعود إلى خان يونس أو إلى مناطق أخرى مستقبلية أما بخصوص مسألة التطعيمات ضد شلل الأطفال منذ الحديث الأول عن هدنة نقطية تكون في مناطق محددة الأمم المتحدة أوضحت الصورة بعض الشيء من خلال تبيان الخطة الأيام التي يمكن أن تكون فيها هذه الخطة والتي ستبدأ من المحافظة الوسطى في قطاع غزة وتنتقل إلى شمالي القطاع وجنوبه ولكن في الجانب الإسرائيلي لا توضيحات رسمية حتى اللحظة حول الالتزامات التي ستقدمها إسرائيل خلال هذه الفترة حول الساعات الدقيقة كل الحديث القادم هو من أطراف دولية وأطراف فلسطينية لكن في الجانب الإسرائيلي الحديث هو فقط عن قبول الهدنة دون الخوض في تفاصيلها هذه الهدنة التي محددة في نقاط معينة فقط بعكس ما كان قد صدر أو كان قد اعتقد البعض في الدقائق الأولى للإعلان ترجمة نانسي قنقر